اشتركوا في القناة 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 هو إقرار كوردوني. ليهما الإحداثية. ثم نحصل على يجبو أخذ دو بوان. لما أجدو لأيمن نقوم باختيار اكس. نحن الذي نقوم باختيار اكس. مثلا غناخدو متان اكس إقالة زيرو. ثم نقوم بالتعويض في المعادلة. هادي المعادلة. إذا نقوم بالتعويض. لدينا اكس يساوي صيف. كم يساوي ايجريك? دو فوا اكس. من هو اكس? زيرو. دو فوا اكس. دو فوا اكس. ليه هو زيرو. موان تخوا. دو فوا زيرو موان تخوا. إقال. دو فوا زيرو. إقال. زيرو. موان تخوا. إقال. موان تخوا. دونك ايجريك. إقال. موان تخوا. نكسبو هنا. ناقس. ثلاثة. هذه النقطة الأولى. نقطة تانية نفس شيء. نقوم باختيار العدد الآخر. مثلا ناخدو اكس. مثلا اثنان او ثلاثة. او ناقس وحيد. او خمسة. مثلا اثنان. نفس الطريقة. يساوي 2 fois x كم يسير x إقالة 2 2-3 ليه إقالة 4 ليه إقالة 1 تعطينا العدد 1 بعد العدد 2 نأخذ الإحداثات نحصل على النقطة الأولى وفصلها ليه x0 ورتبها نفس الشيء هنا وفصلها x2 ورتبها العدد 1 لما نحصل على النقطة الأولى ونقطة الثانية دونك لدروات لدروات دلتا بس 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 0-3 و بس بس 2-1 بعد الحصل على النقطتين نقوم بإنشاء معلم متعامد ممنظم بعد رسم هذا المعلم وهو متعامد وممنظم ناخده دائما ناخده دائما ناخده دائما السامنا وهو معلم محور الأفاسيو محور الأرطيب لاكس ديزابسيو لاكس ديزوردوني ناخده دائما النقطة اللي هي سفر ناقس ثلاثة ناخده دائما سفر والأرطيب ناقس ثلاثة لدينا هنا ناقس واحد ناقس اثنان ثم ناقس ثلاثة إذن هذه النقطة لها زيرو مو طوى نقطة الأولى نقطة الثانية لها دو دو ناخده هنا لدينا هنا دو هنا لدينا ناقوم بالإسقاط ثم نحصل على النقطة لها شكل ثالث يسمى دو بعد الحصول على هاتين النقطتين لها النقطة الأولى دو نقطة الثانية زيرو مو نتخوى نقوم بإنشاء المستقيم الذي يمر من هذه النقطة والنقطة الثانية بعد رسم هذا المستقيم الذي يمر من النقطة الأولى والنقطة الثانية نحصل على المستقيم الذي يسمى المستقيم ثم نكسب هذا المستقيم هذا بالنسبة لمعادلات مستقيم للحصول دائما على معادلة مستقيم يجب تحديد دائما قيمة A وقيمة B نبدأ أولا بتحديد قيمة A Pour determiner A Pour Pour determiner A La profession director دائما لتحديد A في هذا المثال لدينا أن نتخلق A لتحديد قيمة A دائما لتعطينا دائما ثلاث حالة الحالة الحالة الأولى ثم الحالة الثانية ثم الحالة الثالثة الحالة الأولى دائما دائما سي Par exemple دلتا ولا دي ولا دي بريم دلتا لضغوات دلتا Pass Pass Par deux points Par deux Deux points Deux points Par exemple Premier point A داب 6 ليا XA داني ليا YA EB Par exemple A EB C EB EF Deux points هادو متال فقط B وفصلها XB ورتبها YB إذن لتحديد A ليه والو كوفيسيون فهذا المتال الذي يمر من A يمر من B Pass Par A E B Alors Donc A Egal تجد يعطينا Y moins Y Sur X moins X أنا عنده دائما إذا دلنا B ولا A بحال بحال moins Y A أنا B عنده دائما B moins X A B شرط بشرط دائما يخصو يكون XB XB XA للحصول على المقام أو يخالف على المقام يخالف 0 الآن قمنا بتحديد قيمة A في هذه الحالة qui passe par deux points دوزيام cas C C C par exemple دلتا parallèle A notre droite par exemple D شرط on a دلتا d'équation par exemple Y égale A X plus B l'équation de D Y égale A prime X plus B بشارط A et B A prime et B les nombres réels signifie quoi يعني أن signifie que D دلتا parallèle à D donc toujours l'équation directeur de D et l'équation directeur de delta le même donc A égale A prime لأن d'aim إذا كان مستقيم وزي مستقيم فإن لهم نفس المعامل الموج والعكس صحيح إذا كان A يساوي A prime فإن المستقيم الأول يوازي المستقيم الثاني هذا بنسبة دوزيام K ثاني ثاني C delta perpendicular D بشكل دائما delta أنا أعطي للمعادلة الإéquation d'indiruat لأ A A A plus B D la même chose Y égale A prime X plus B prime B شار A B A prime B prime يعني أن signif يعني أن لأن perpendicular donc A fois A prime première coefficient fois deuxième coefficient toujours égal moins 1 إذا قمنا بالطلب المعامل الأول المعامل الثاني فوا المعامل الثاني يساوي ناقص وحد فإن المستقيمين متعامدين أو إذا كنا متعامدين فإن الميل الأول يساوي ناقص واحد هذا بالنسبة الحالات الموجودة لتحديد قيمة A الآن بعد تحديد قيمة A نقوم دائما بتحديد قيمة B pour determinar una the دي لدروات دي ديكواشيون ايغريغ ايغال دي ولا الدلتا ولا دي بريم ا اكس بلوس بي فهذا الحالة دائمنا تحديد بي يجيبو ده اخذ نقطة التي تنتمي الى المستقيم او النقطة التي يمر منها المستقيم بار اكزمبل غان اخدو مثلا او لا بي ولا سي ولا مثلا ا امبارتين اى دي النقطة ا تنتمي لما تكون نقطة تنتمي الى المستقيم فان ايغريغ ايغال ايغريغ ايغال ا اكس ا بلوس بي فهذا المثال نعرفه ان لدينا اكس ايغريغ ا اكس ا ا ا ا ا ا يبقى المجهول هنا فقط هو ب دونك بي ايغال ايغريغ ا بلوس ايغريغ ا موان 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 ا ا اكس ا ثم نحصل على قيمة بي لما نحصل على او بي ضن كل دو نحصل على المعادلة نكتب الدي وهو المستقيم والا الديلطة المستقيم موجود في التميليين نقطة ايغريغ ايغال ثم نقوم بتعويض قيمة المحصل عليه مكان ا فو ايكس بلوس القيمة المحصلة ا في بيت سوانع سولي على عدل معدل لتسيما لإقوة دي ندر واتهي أبيكاتي كما نبدأ عدنى عدادين او يجي اننا نقول للمعادل أ.02 ب.56 أ.8 أ.3 أ.3 أ.4 أ.3 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 أ.4 أ.3 أ.7 أ.3 أ.4 أ.5 أ.3 أ.2 أ.3 أ.4 أ.3 أ.3 أ.4 أ.4 أ.3 أ.4 عجزي a b c يقف بالطبع 3ème question دي ترمي الإكواتي انا نخدم للتلتا 1 دي ترمي الإكواتي لإكواتي الإكواتي لكواتيون درواتيون 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 درو وأن يترمي هذا المعارف على نقطة حتى من ذلك لدينا هذا المعارف أول وديه أول أول وديه أول المعارف الأول لنسيقة إدارة الضوية خارجها بسي على اور دون مكبر بخارجه لا تقريبا إدارة غير أول وان، دون أبثث سيح بحين بخارجه لدينا احدkaa لديه السيئة بخارجه لديه السيء دون يديه السيء A égale, égale AY, passe par B, c'est AYB, moins YC sur XB moins XC. Chardonnay, condition XB différent, AXC. YB égale 6, moins YC égale 3, sur XB l'égale 5, moins XC l'égale 4, égale A. 6-3 égale 3, 5-4 égale 1, et après 3 sur 1 égale 3. Donc A égale 3. بعد ذلك, لما نقوم بتحديد قيمة A, نقوم بتحديد قيمة B. Determine B. Pour determiner B toujours, on a, can I take it d'aimane, on a Bc, l'équation de Bc égale Y égale AX. A quoi égale A, égale 3X plus B. A, d'aimane, n'abichasse عن النقطة التي تندمي إلى المستقيم, أو المستقيم الذي يمر من النقطة. في هذه الحالة, يمر المستقيمين B أو C. نأخذ إما النقطة B أو النقطة C. مثلا, C appartient A, Bc. Alors, Yc égale 3XC plus B. Yc égale 3, 3 égale 3 fois X, c'est le cas 4 plus B. signifie, يعني أنا, signifie que, on a 3 égale 2 plus B. Donc, B égale 3 moins 12. 3 moins 12, l'IA égale A moins 9. Et après, on obtient B égale A moins 9. Donc, conclusion, on l'a dit où? L'équation d'une droite B, C est Y égale A et A égale 3, 3X plus B égale A moins 9. Donc, cette équation, l'équation de B, C. Deuxième question. déterminer l'équation de D, la parallèle A, B, C. La même chose, l'équation, l'équation d'une droite, d'une droite D, D, c'est qu'elle se forme toujours Y égale AX plus B. Premier état, déterminer la valeur de A. L'équation d'une droite D, c'est qu'elle se forme Y égale 3X moins 9. Donc, qui est la coefficient de D, l'équation d'une droite D est A. Donc, A égale la coefficient de B, C, qui est 3. Donc, A égale A 3. Alors, après, déterminer B. D, c'est qu'elle se forme d'une droite D, c'est qu'elle se forme d'une droite D. égale 3XA plus B. A quoi égale Y A? c'est qu'elle se forme d'une droite D. c'est qu'elle se forme d'une droite D. c'est qu'elle se forme d'une droite D. D, de point Y égale A. quoi égale A? 3, 3X plus B. quoi égale B égale A? 2, plus 2. C'est qu'elle se forme d'une équation d'une droite D. d'une droite D, 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 d'une droite D 2. Y égale BC l'équation de BC égale 3X moins 9 l'équation de delta y égale a X فهذا الحال on a delta perpondiculer a B C donc معامل الموجود لدي المستقيم فوا معامل مجرم المستقيم تعني إقالة موانزا هذا المعامل اللي هو A فوا هذا المعامل اللي هو 3 إقالة موانزا يعني أنه سنفي كيف أفوا 3 دونك أ إقال موانزا سور 3 إذن حصلنا على قيمة A بعد ذلك نقوم بتحديد ديترميني بي فهذا الحالة ديترمين بي نحن نتجر نحن ندلتا فهذا الحالة ديترمين دو point دين دروات ديترمين Y إقال A C-1 سور 3 X plus B E كيف أفتح أنه ديترمين قلقنا 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 أفتح أنه ديترمين ديترمين إقال موانزا سور 3 XA plus B سنفي يعني أن سنفي أن YA إقال 2 إقال موانزا سور 3 فو XA XA إقال 0 plus B donc B إقال لأن موانزا سور 3 فال0 إقال 0 donc B إقال 2 الآن حصلنا على A et B 2 وبتالي l'équation دين دروات ديترمين إقال 2 points إقال Y إقال A أقوى إقال A موانزا لاحظونا موانزا سور 3 موانزا سور 3 X plus B اللي هو plus 2 هذه بالنسبة الإقواصيون ديال دلتا إذن في هذه الإقواصيون لاحظو لدينا مستقيم باسبار B C اللي هو باسبار B C لدينا A سور 5 على الشكل الآتي بالنسبة الإقواصيون سؤال الثاني قال لك أنا Parallel تجرب Parallel سنعنا نزيد A B C Parallel A D يوازي باشيكون أنا الميل يساوي نفس الميل حدنا حصلنا لأ أنا بير بند كنير الميل في الميل يساوي ناقص واحد لكن لتحديد قيمة B دائما لترمين لفالور B نتلز نتلز لام ميتود سواء لحالة الأولى أو لحالة الثانية أو لحالة ثالثة 4 كتريام كيسيون كنستوير لدروات B C 4 جو ترس جو ترس لدروات نشيء المستقيم لدروات B C دائما لرسم المستقيم في معلوم متعام المنظم يجب البحث عن نقطتين فهذا لدينا النقطة للمستقيم B C مر من B C لحصول على النقطة الأحسن نقوم برسم جدول تقريب جدول دائما يتكون من ثلاث خانات على الشكل الآتي نأخذ دائما هنا X هنا Y ثم لكوضون C X Y دائما نأخذ هنا خانة الأولى والخانة نقوم بالاختيار هنا X ثم نقوم بحساب Y لكن في هذا المسال لدينا مستقيم بC يمر من B وC دان مباشرة نكسب B لدينا 5 هنا 6 B C ورصول 5 ورصب 6 أيضا هنا C لدينا 4 هنا العدد 3 C 4 3 فهذا تمنى لأننا لدينا النقطة ببعثة لكن لو في السؤال قلنا نقوم لضغوات D مثلا D في هذا الحال إذا نقوم بحس عن النقطة ثانية نقوم باختيار X ثم نقوم بحساب Y انطلاقا من معادلة المستقيم لهو معادلة مهد المستقيم دونك لضغوات لضغوات B C باس يمر بي أو باس بار لی پوان ولا دو پوان بار لی پوان فهذا الحال الپوان لولا اللي هي B ضاب 6 5 ضاب 6 A C ضاب 6 4 ضاب 3 بعد الحصول النقطة نقوم بانشاء معلم متعامل مو منظم بعد رسم معلم متعامل مو منظم نقوم النقطة الأولى من هي النقطة الأولى اللي هي B 5 6 5 5 ضاب 6 5 1 2 3 4 5 ضاب 6 1 2 3 4 5 6 بعد نقوم بالإسقاط باستعمال الأدوات الهندسية ثم نحصل على النقطة هذه النقطة التي هي النقطة B ثم النقطة C 4 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 بعد الحصول على النقطة B ونقطة C نقوم بإنشاء المستقيم الذي يمر من هاتين النقطتين بعد بعد رسم هذا المستقيم الذي يمر من النقطة B والنقطة C على الشكل آتي نسمي بالمستقيم بالC بين قوسين لأنه يمر من هاتين النقطتين ثم نحصل على الشكل آتي هذا فيما يخص بالنسبة للدرس دين دوات الحصة المقبلة إن شاء الله سنقوم بتحيح فرض منزلي رقم 2 للدورة الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة